مرحبا ونحن مغربي ونحن كانت أموري بسرعة أخوتي الجزائريين أعودت بالفديو فيديو مهم جزائر و حكيت عليه من قبل ماذا بكم الجزائريين كيف رسالة هذه، تصل الى رئاسة الجمهورية وتصل المسؤولين ثلث إلى كامل الناس اجعلوا بركة الله وبدأتك لن تكون رحلة نقوم به من أجل هذا الوطن حب أن نشوف بلادنا مليحة هذا ما كان يا خوتي فأخلي اللايك تاعك ما رك خسر والو وخلي تعليق تكلمنا في فيديو سابق يا خوتي على أنه تم تكريم طلبة جزائريين طلبة متخرجين من جامعة جزائرية عن طريق تيكتوكر جزائرية يعني رقاصة في التيكتوك تشطح في التيكتوك هذه هي خدمتها وهذا هو المحتوى تحق ما ننزيد عليكم ما ننقص يا خوتي وإنما هذا هو المحتوى تحت ترقص في التيكتوك جابوها لجامعة جزائرية ولي جابها يا ودي وش حنقول لك وش راح حنقول لك وش دروح كمليح حمليح حمليح المهم كي جابوها لجامعة جزائرية قامت بتكريم أحد الطلبة وما شفناش الفيديو كامل بلكرمة أكثر أيضا يا خوتي دارت فيديوات من دولها الميكروفون هادرات رقصة ودارت فيديو دارت شطحة يعني في وسطها بكل حفلة التخرج إن مهم كلش حكيت علي هادرات فيديو من الأول لأخر يا المسؤولين الدخل للأسف الشديد ما شفنا حتى ردة فعل من قبل المسؤولين ما شفنا والو ما شفنا والو لكن الآن الحق الموس للعظم لأن القضية هذه ولات قضية دولية راحت ولات عالمية ولات عالمية هذا وش تحب يا رئيس الجامعة هذا وش تحب يا الكهل اللي جبتها هذا وش تحب يا أيها الطالب اللي قبلت بش تكرمك هاري هذا وش تحبوا هذا هو السؤال المتروح الآن أنا ما فهمتش هذا وش تحبوا تحبوا تشوفوا الجزائر دايما في صورة عيانة هكذا وش يديو علينا النظرة يديو علينا يقول لك باللي راهم يتكرموا في الجامعات من قبل لرقاصات تاعة تيك توك كاينة ولا ما كانش يا خادي كاينة يا خادي كاينة للأسف الشديد إما لقناة العربية تكلمت عن الأمر قناة العربية لتستنى فقط يعني في ثغارات من الجزائر بش تدي رعا بها البلبلة وطهدر فيها وهذو الناس راهم يمدونها في الثغارات نورمال مو يتعاقبوا بخيانة الدولة الجزائرية هذو الناس هذي كارثة بيأتم معنى الكنيمة بلاسة عقراية بلاسة علم كيفاش تجيب لي وحدة من تيك توك تكرم وطهدر وتمدلها كامل حرية شوفوا وش قالت العربية تفرجوا أخاوتي تفرج تفرج وش قالوا جدل في الجزائر على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب مشاركة مؤثرة معروفة على التيك توك تفرجوا تدعى نوران ولا مالباليش ها كارثة يا خاتي في حفل تخرج بإحدى الجامعات في البلاد ها وزيد تشطح هل هذه هي صورة الجامعة الجزائرية تشطح تشطح وش تستنى وزعم من الطلبة دينا شافوا وقدمهم مؤثرة معروفة وقدموا عندها لزابوني ورنفوق تاعة واحد معروف بليزابوني وكذا يدير حالة بينها راح يتفعلوا كما هكذا لكن الغلطة شكون اللي يجابها لازم يتحاسب ما نلعبوهاش كشغول ما شفناش لازم يتحاسب هذا ما كان هذا ما كان يا وزير التعليم العالي يدير الخدمة تاعك افتح تحقيق في القضية هذي هذي قضية خطيرة جابونا هذي اليوم وغدوة شكون اللي يجيبوا ها شكون اللي يجيبوا ويجيبوا الكري بيكا وكذا نور مال عادي تصرى اما لا غيره ديروا الخدمة تاعكم تفرجوا أخوتي نوران قامت بتصوير فيديوهات مع الطلبة وكذا نشرتها على حسابها على التيك توك تخليوا قاناة فايحة يا أخوتي قاناة فايحة قاناة فايحة تحكي على الجزائر تحكي على بلد المليون ونصف مليون شهيد قالك ألقت خطابا أمامهم وقامت أيضا بتكريمهم كارثة بأتم معنى الكلمة آه يا بلادي كان فيك ناس أقسموا بالله ما يحشموا والله ما فيهم ريحة الحشمة أخوتي خلي اللايك حبيت الفيديو هذا يوصل حبيت رسالة تعكم توصل في التعليقات ثاني أرى أنا أحبي لنسق مبلادنا يعني ما تخليونيش واحدة نهضر برك هكذاك في الفيديو اتفعلوا يا الجزائريين اتفعلوا شوفوا أخوتي كارثة كارثة يا الله غذا تحير تحيروا خلاص اتحير معاملتهم لها كقدوة لطلب جميعين وطلبوا بفتح تحقيق مع إدارة الجامعة نعم نطالب بفتح تحقيق في هذه الحالة المكرم والمكرم سواء في مثل هكذا حالات العيب على من يكرس ويشجع ويسمح لهذه الأشكال وهذه الأشياء بتدنيس الحرم الجامعي هذا رأيته واحد المؤطرين من دكاترة وبروفيسورات وإلى أعلى قيمة الهرم نعم كل واحد يعني قبل بشجي هذا الحفل لازم يتحاسب هذا ما كان لازم يتحاسب سهلا مهلا طيروا من المنصب تاعه مهوش أهل لهذا المنصب مهوش أهل أنه يصنع لك ناس تهتم بالعلم هذا أهل أنه يصنع لك ناس يشتحوا إنه عصر التفاهوة بكل مقاييس شوفوا خاردي كاريف حسب رأيه المتواضع هذا تكريم للتكتوكورية وليس للطلباء كل ما يحدث سببه غياب المبادئ والقيام مش غياب المبادئ والقيام وإنما غياب مسؤول عنده مبادئ وقيام لسير هذه الجامعة نقطة عود إلى السطر نعم كارثة يا خاردي والله غير كارثة تعصح ما تلقى وشتها هذا هذا الحفل لم تنظمه إدارة الجامعة هذا الحفل نظمته منظمة طلابية معروفة يجب أن يتم تحقيقه في هذه الفارحة وإحالة من له دور في هذه الكارثة إذا تم تأكيد هذا الأمر نطالب بمحاسبة هذه المنظمة وإذا هذه المنظمة طالبت زعمه هي لي جابت نوران يجب محاسبة الجامعة لأن الجامعة هي لي سمحت لهم بش يجيبوها سهلة يا خوتي تحليلها سهل جدا الجامعة لي لي سمحت بهذا الشي كيف يقول لك المنظمة الطلابية المنظمة على الفساد المنظمة الطلابية في الجزائر هي منظمات للفساد لكي تديرو في حسابكم هم أكبر منظمات لهلكوا الجزائر من أكبر المنظمات صدقوني ما يخدمون لمصلحة طالب ولا والو مصلحتهم الشخصية و فقط أنا نقولها لكم المهم المفيد لازم يتحسبوا كامل المفيدة أمثال هذو الناس لازم يتحسبوا ننسيوه بكل الطرق باش نحسنوا من صورة بلادنا باش نخليوا بلادنا دايما في المقدمة باش نطوروا بلادنا باش نجيبوا ناس يعني ذو كفاءة و نحطوهم في الأماكن الصحيحة تحهم وكذا و هما وش يديرو هما يقعروها يا أخوتي هما يقعروها أمثال هذا القهول لحكمين هذه الجامعة من الأخرى فرغم كل شي تحية الجزائر اليوم و غدوة وتحية الجزائر اليوم و غدوة وتحية الجزائر اليوم و تديرو وش تديرو تبقى الجزائر فوق كل اعتبار هذا ما كان خاوتي خليوا اللايكات الفيديو هذا نسحق ويوصل للجميع ماذا بكم و السلام عليكم و في الامان و كينا حاجة ما كانش كيمة بلادنا من الأخرى فهمتوا خاوتي الجزائريين ديروها منيح فرازكم هذه آية في لامان